أصب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق مساء الجمعة في قمع الاحتلال للمشاركين في فعاليات الجمعة الثانية والسبعين لمسيرات العودة الكبرى بقسر الحصار شرق قطاع غزة وأفاد مراسل المركز الإعلام الفلسطيني أن قوات الاحتلال أطلقت النار والقنابل المسيلة للدموع تجاه المواطنين الذين بدأوا التوافد إلى مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع ما أدى إلى وقوع الإصابات وأعلنت وزارة الصحة أن طواقمها تعاملت مع سبع إصابات منها خمس من رصاص الحي بقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعاليات الجمعة الثانية والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار ويكرت مصادر محلية أن مصور الأنادول أصيب برصاص مطاطي في رأسه خلال تطيته المسيرة في منطقة ملكة شرق غزة دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أهالي الكطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع الشعار الوفاء للشهداء وأكدت الهيئة استمرار المسيرات أداة وطنية سلمية وشعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة وأداة كفاحية جماهيرية للتصدي للاحتلال ومشاريع تصفية وحماية الحق الفلسطيني في العودة وشددت على أن القدس كانت وما تزال عاصمة للشعب الفلسطيني وقبلة المسلمين الأولى وطالبت الهيئة الوطنية للإسراء في استعادة الوحدة الوطنية المبنية على أساس الشراكة في المؤسسات والبرامج الوطنية وانطلقت مسيرات العودة في 30 مارس 2018 تزامنا مع ذكرى يوم الأرض ودشنت خمسة مخيمات مؤقتة على مقربة من السياج الأمني الذي يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية محتلة ومنذ انطلاقة المسيرة استشهد 326 مواطنا منهم 16 شهيدا تجهزت جذامينهم ولم ينسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية في حين أصيب 31 ألف آخرون منهم 500 في حالة الخطر الشديد وذلك في استهداف الاحتلال للمشاركين في المسيرة واعتداءات أخرى في القطاع